اهلا بكم مشاهدينا من جديد فتح مجسر المناقصات والمزايدات أمس 91 عطاء ل22 مناقصة حكومية تقدمت بها 12 جهة حكومية وبلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة 3.5 مليون دينار وتصدر الجلسة من حيث عدد المناقصات المطروحة الشركة نفط البحرين باكو بعد تقدمها لخمس مناقصات تضمنت إنشاء نظام تحكم منافذ دائمة لفناء سترة وشراء ثمان حزم أنابيب لمبردات الهواء البخاري لوحدة التكسير الهيدروجيني إضافة إلى توفير موظفين لإدارة المشتريات وطلب شراء مواد مكافحة التسرب النفطي كما تقدمت إدارة المخازن المركزية بمناقصتين لتوريد قواطع كهربائية وأمتارمية وترحت شركة تطوير للبترول مناقصتين لخدمات جمع القمامة ومياه الصرف الصحي الجديد بالذكر مشاهدين سجلت جلسة مجلس المناقصات أيضا تقدم هيئة الكهرباء والماء بمناقصتين لاستجار مركبات خفيفة لمدة أربع سنوات وتنظيم وفحص الأسطح الداخلية لأنبيب تزويب الغاز لكل من الغلايا رقم اثنين ووحدة خفض الضغط للمرحلة الثانية والتربين الغازي رقم خمسة والغلايا المساعدة بمحطة سترة كما طرحت وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني مناقصتين لطابق إضافي لمركز جد حفظ الاجتماعي